لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ايضا الرئيس تبون الرئيس تبون ركو عدت او كنت طلع لكل فيسبوء اليوتيوب بنتعب في الحمل الانتخابية ركو عدت اشياء لم يتحق منهم شيء منها رحت وعدت في مبياتنا قلت لهم ربعة الاف تقريب انتع الناس يعادل ادماج انتاعهم قلت لش ادماجت منهم قالوا الترامل تمرست وين هو وقلت لهم في باتنا اذا ما درت شو ما حققت الاشياء هذه انذكروني ذكروني بهذا الفيديو كل ازمات كل مشاكلها متروحة معطوبي الجيش متقاعدي الجيش بالنسبة للشرطة بالنسبة لي عاودوا استدعاهم الخدمة الوطنية الميل الفرع عندي انا لما نتازم راني في ولاية راني في ولاية لي الكلمة تسوى فيها اطنان سجلها عليا سجلها عليا الى قدر ربي سبحانه والشعب قرر غدوة جيب هاد الكلام اللي نقول فيه جيب لي الشاريط قالها واش قد في باتنا وراك ما تطبقش روهم الجزائريين يذكروا فيه اذا كان ما عندك سلطة القرار الله غاد لا تقدر تقول له ونحن نشوفه فيه انه ما عاد عندك سلطة القرار انت مجرد واجهة الان اللي يحكمه رك رك جاء واجهة في وسط واحد المثلث شنجريح خالد الزاب محمد مدين المدعو توفيق هذا هو المثلث الان اللي يلعب في اللعبة في السلطة باش يضبط امور البيت الداخلي للنظام لا هذا النظام من المفروض انك جيت يا تبون قلت بان الحركة الشعبي والجزائري اخر جمدح الحركة الشعبي الان يروحوا قلهم ترها الحركة الشعبي الان قلت العصابة وذاكرتها في عدة فيديوهات وراح نخصص لك حلقة فيها نستشهد باقوالك صوتا وصورة كنت تتحدث تقول فيها عصابة جزء من العصابة في السجن وكنت تقصد في هذا توفيق وغيره اهدر عليهم ترها العصابة الان لذلك اخواني الكرام انه مشكلة كبيرة في الدولة الان مشكلة كبيرة في الدولة الرئيس مقعد لا نعرف شيئا على سبب انه مقعد السلطة لم تخبر الجزائريين بشيء يا رئيس الجمهورية اذا كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظمه لانه لا يعقل ابدا الناس كل الجزائريين تساءلوا الرئيس على كرسي متحرك ولا بيان واحد يشرح سبب اصابة الرئيس في رجله ولا شيء ويجي عمار بالحمر هذا وزير الاعلام هالخباط جي هذا يجي يقول لهم اه يقول لهم الشفافية اه يا دنيا بهذه اللغة تبنوا دولة بهذه الوجوه وهذه الوزراء هذه ترجع قيمة الدولة الناس ذلك تلجأ الى التكتلات رانا مقبلين على مرحلة صعبة ما بعد كورونا ليس ما قبله شوف دول الخليج شوف كون وصلت الازمة ببيل قطر ودول الخليج السعودية والبحرين والامارات وزيد لها مصر وصلت الكسر العظم وصلت الاروح رجعوا لاتهامات واتهامات مضادة لا يمكن وصفها عندما استشعروا خطر المرحلة القادمة من حيث الجانب الاقتصادي الوبائي تغيرات في الادارة الامريكية وعودة عودة مشروع الفوضى الهلاكة مجددا مع بايدن شوفوا اش دارو التقوا بالاحظان وكأنه لا شيء حدث شيء جميل اتمنى ان جزائر المغرب ثاني ايضا يلتقوه يلتقوا حلوا مشكلة الصحراء الغربية على مائدة مغاربية بعيدا على اي حسابات ماهي المغرب يلجأ الى التطبيع مع اسرائيل ويلعب مع الولايات المتحدة الامريكية ويجري في اطار ما يمس الامن القومي الجزائري الجزائر تلطل كثرة طنة من حكاية المخدرات اللي جايبها المغرب تجيب زوج مواطنين المدريد شمنوين وتظهرهم على اساس انهم غاربة ويهربوا في مخدراته والله نحلف لك ما عنده مش شركة سكروت والمخدرات بالمليارات وزيدوا ديروا معهم حوار في تليفزيون وولينا في واحد المسخرة اللي ما تصورش فيها يا جماعة رانا مقبلين على مرحلة صعبة جداً ومعقدة جداً ومن يعتقد غير ذلك فهو يتوهم مرحلة صعبة تحديات اقتصادية كبيرة فيها دول ستزول من الخريطة فيها دول صارت متوحجة دول دولية غربية صارت متوحجة بسبب الضرر الاقتصادي الذي لاحقها جراء وباء كورونا رايح تعمل المستحيل من أجل أنها تستعيد خسائرها ولن تكون وجهتها إلا الدول الغنية بالنفط والغنية بالغاز والغنية بالثروات الباطنية ومن بينها الجزائر ودول الخليج العربي لذلك بدل أن تتكتل وبدل أن توجد قوة أو لن تكون قوة داخلية كيف تكون فالعلاقة بين الشعب والسلطة الشعب يكون يشوف حكومته يثق فيها مش يشوف فيها مسخرة الرئيس جاي على كورسي وتحرك تدرقه ما تصوروش وتحب تقنع الجزائريين أن الرئيس لا بس عليه توريهولي في قاعد في المطار انت عبو فاريك على كورسي بعدها يلتقي شنغريحة على كورسي يدير مجلس الوزراء على كورسي يوقع الدستور على كورسي يستقبلك انتع الكونفيدرالية على كورسي يجتمع المجلس الأعلى للأمن على كورسي ما ظهرش واقف دقيقة وما كانش أدنى خطاب يشرح الوضعية كيف شرح تكون هذا المنطق هذا انتعكم تحوسوا على الشعب يثق في الدولة انتعوا تحوسوا على الشعب أنه يسمعلكم انت ما شرح تلوش تقولهم لا مؤامرة يجي هذا بالحمر يقولهم مؤامرة خارجية من أجل ضرب استقرار الجزائر الكلام هذا يقولوا فيه من الستينات ما عادش يؤتي أكله الناس الآن تتعامل بشفافية راه كل إنسان صار عبارة عن قناة فضائية ماشية بهذا الموبايل هذا في جيبه وهو قناة فضائية وتحوس تقنعونتها بلغة الخشب والدولة الجزائرية بصفة مبادئها أنها دائما تدعم الشعوب التواقة إلى تقرير قريم مصيرها وحريتها أروحنا هدرو على أرض الواقع واش من شعوب اللي دعمتهم الجزائر منذ عهد بوتفليقة ورواح الشعب السوري شاركت في المؤامرة على قتل وان هي الشعوب في تونس الصلاة الجزائر تعامرت على النظام اللي جاء بعد الثورة التونسية الجزائر تعامرت علي وأقصد النظام الجزائري في عهد بوتفليقة الاستخبارات الديالاس هي اللي أسقطت منصف المرزوق وفي ذلك الوقت أجرت معايا جريدة الصباح الصباح التونسية حواراً في صفحتين وكان أكبر حوار جريقة وقلت لهم أنا ذاك بأن المخابرات تعمل على إسقاط المرزوق ولذلك المرزوقي لما جاو يتحامل على الجزائر وكذا 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 في قضية الصحرة الغربية ولهذه الأشياء راه عارف واش قاعد يقول راه عنده معطيات ليعلن يتآمروا عليه لإسقاط ها يا واش الشعب الفلسطيني واش قدمت الجزائر شعب الفلسطيني قدمت له الشعارات والدراهم تعطي لهم في الدراهم برك وهل الدراهم هذه توصل للشعب الفلسطيني الله أعلم الحكاية وما فيها أن هالجزائر تدعم الصحراء الغربية وتدعم الشعب الصحراوي لذلك تريد أن تعتبر هذا الشيء يدخل في إطار أن الجزائر تدعم الشعوب التواقع إلى الحرية لو نكشف لكم ماذا فعلت السلطات الجزائرية وماذا فعلت عصابة بوتفليقة بالتواطأ مع نظام بشار الأسد على قتل الشعب السوري والله فيها ما يندله الجميل كل جزائري فيه الدقلاء حيط الكرامة والعزة رح يخجل من هذا الموقع على الشعب تعرض إلى حرب إبادة أكثر من مليون ونص قتلوا أكثر من 15 مليون بين مشرد والمغتصبات بالمئات الألف شيء فاضي ورح تأمر عليه يجيو وكلك أني مع الشعوب لتقريري مصيري خلي الشعب الجزائري أيضا يقرر مصير وسيطي خليه يختار الحاكم خلي الانتخابات الشعب الجزائري ما زاله ما عادش يروح لصناديق الإبترا درته دستور وفوطاو عليه ثلاث ملايين وهكما رح يديره قواني دستور ورح تزيده ديره انتخابات ما يمشيلها حتى واحد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله